الخبر اولي عدنا عن ياسو ياحبايب ومصطفى ريدر وشي اللي نفوله عن بعض محساباتهم من الانستقرام صراح ما دري شنو صير بينهم كتبونا بالكومنتان شون توقعاتكم ولكن الشي الغريب اللي صار انو ياسو ياحبايب حذفت الصور اللي كانت نجمعها ويا ريدر ولكن الشي الاغرب انو رجع الصورة قديمة هذه الصور ياحبايب لما رجعت ريدر هي شالتها لما تذكرون انو ياسو ووسام تيكت كانوا مسافرين ويا بعض فراح اتطقت هذه الصور ولكن حذفتها بس رجعت الريدر ولكن حاليا رجعت هذه الصور حتى عد ويسام ياحبايب موجودين هذه الصور فكتبونا بالكومنتات هل توقع ان هي رح ترجع الويسام او لا ننتقل حاليا الميلا ياحبايب اللي هي بت انس واصالة وعد ميلادها اليوم فكل عمدت بخير عقبال مليون سنة يارب صار مرة حاليا 4 سنين ياحبايب فكتبونا بالكومنتات وبركولها على عيد ميلادها ننتقل حاليا ياحباب الناريني بيوتي والتهجم اللي تعرضت لبعد تنزيل هذا الستوري بهاذا الستوري كان وياها ولد مو هو موفلوكس ولا واحد من اخوانها قاعد يرقص وياها هذا خلي كل الناس يستغربون انه من هذا الشخص رحطكم الفيديوهات شوفوها هذا يخليها تعرض شفية من التهجم فكتبونا بالكومنتات ستحقق التهجم او لا ننتقل حاليا لمحمد كريم واغنيته جديدة فنزل هذا الستوري ياحبايب اللي تشاه كاتب عليك كلش قربت والهو اغنيته جديدة كان من داخل الاستيديو فكتبونا حبابي الكومنتات قيمت حمسين هذه الاغنية النار اللي يمكن تكون اغنية حب او تكون اغنية دستراك كتبونا بالكومنتات شون توقعاتكم روح حاليا الى احمد بن روبو صبايا حبايب وسفرهم مثلاتهم الدبي فنزلوا شيء تستوريات من داخل دبي يستوريات شوية الضحك راح طلكم اياها تشوفوها هاي اهلا والله مش تأتيلي اه كيف دبي بجنة بدون معك حلوة حلوة عادة تترجعني اسافر انا والله وبصلاحبونا من الوساط المقطع فتروا بطا باللايكات شعوريكم في هذه الانتقاط بميكة القصص احبكم ومع السلامة